السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بك يا شباب فيديو سريع كده عشان الطلبة طبعا اللي حصل معنا مشاكل في الدبلومة في المجموعة الاولى وخصوص الامتحانات سيستم الامتحانات بتاعنا وبتاع انا في الفيديو ده هشرح لكم السيستم بتاع الامتحانات بتاعنا ايه ماشي ازاي والحاجات اللي انت هتعملها الكمبيجريشن انت هتعملها في سبيل اللي انت تقدر تزبط الدنيا عندك بحيث ما حصلش معك مشاكل في الاتصال بسيستم الامتحان بتاعنا اللي انا بشتغل عليه سواء النظري او الايه او العملي اه تعالوا نشوف في المحاضرة دي هنتكلم عن نقطتين اه الناس حتى لسه بتسمع الدبلومة عايزة تعرف معلومات عنها احنا سيستم الانتحانات بتاعنا مشي ازاي هنشرحه وكذلك التولز تاني نقطة بقى التولز اللي انت محتاجها هو محتاج ان انت تعملها عشان الكنيكشن بتاعك اه مبدئيا احنا في الدبلومة احنا عارفين المفترض الدبلومة مدتها 18 شهر بنترس خلالها CCNA CCNP CCIE تمام ولان اه اذا هدف الدبلومة الاساسي هو تأهيلك الامتحانة CCIE written exam و lab exam فبالتالي احنا بنعمل كل شهر من اول شهر في الدبلومة امتحان نظري و امتحان عملي طبعا احنا اول شهر ما عملناش امتحان عملي عملا امتحان نظري فقط طبعا دي عشان احنا في الاول شهر من خدنا فانضمنتلز بس يعني فتاني شهر طبعا احنا بنعمل بقى امتحان نظري امتحان عملي تالت شهر امتحان نظري امتحان عملي وهكذا واللي الامتحانات بتكون تراكمية يعني انت في مثلا شهر التاني ما بتمتحنش على ما اخذ في الشهر التان طيب فاحنا السيستم التحنام بتاعنا بيكون الريتين اجزام واللاب اجزام. اله الريتين اجزام ده هدفه ان هو يتست قدرتك على فهم الكونسبت. تمام? انت فاهم الـ submitting كويس. فاهم الـ e-hgp و الـ osbf كويس. فاهم الـ neighbor agences في الـ osbf و الـ e-hgp كويس. كذلك اللاب اجزام بيتست الـ configuration ااً امـراكتكا اا بلاتية عندك. بيتست هل بتقدر الودتك شبكة في عايز بتعمل فيها. عايزك تعمل عايزك تعمل عايزك تعمل عايزك تعمل عايزك تعمل عايزك تعمل كل القصة دي. هتعرف تعمل او لا انا بشرح لك البرتوكول وبطاق وبشرح لكו لابات فان عايزة تست بقى انت هتعرف لو اطلب منك جزئية معينة هتعرف تعملها ولا لأ. والمهم طبعا زي ما انا قلت في اللاب اجزام مش بيتست الكمبيجريشن سايد عندك قد ما بيتست الاسبيد بتاعتك. ازاي انت بتحل او بتشتغل عملي وكذلك السرعة بتاعتك. لازم تكون سريع في الشغل اللاب اجزام عندنا لان هتلاقي كتير وبالتالي الوقت مش هيكفي معاك لو انت مشيت ايه? ها واحدة واحدة واحدة. ده مش هي ايه? مش هيأكل عيش معنا. طيب فده الايه سيستم اللي امتحنات بتاعتنا. طيب. اه التولز اللي احنا محتاجينها عشان بقى نعرف سيستم اللي امتحنات بتاعنا بش طريقة اكتر. احنا محتاجين يكون عندك اي برنامج من دول عشان تقدر تأكسز على اللاب اجزام بتاعك. حتب اوضح طبعا اللابات بتاعتنا على فكرة يا شباب اللابات بتاعتنا. اغلبها بيكون على آآ ديفايسز. وكذلك في بعض برضو الديفايسز احنا بنستخدم الاميليشن بلادفورم بتاعتها. يعني مسلا ممكن اللاب هتاها عندك راوترات راوترات فيزيكا الموجودة ولكن هي متصلة وده هايبروفايزر لي سويتشات اي او يو. تمام? آآ فالذلك طبعا في احنا سيستم انت كل الليك طبعا ايه ان انت تلاقي اللاب قصادك كامل تقدر تخش على ايه كل بتاعتك. بس فكرة ان احنا ازاي عملنا القصة دي الموضوع ايه يعني ايه بتاعته خلينا اتكلم في كتير وده مش موضوعنا. آآ اهم حاجة يكون عندك تاني حاجة سرعة الانترنت كويسة. اقل لحاجة. اقل لحاجة. تمام? آآ تاني آآ تاني التالت نقطة عايز اتكلم بيها. اعمل استاتيك اي بي لي الايه? ادي استاتيك اي بي لي الجهاز بتاعك في الشبكة بتاعتك. ليه? لان انا عايز الدي ان ايه سيرفر بتاعك يكون اربعة تمانيات. اهم شيء. تمام? طب هنعمل استاتيك اي بي ازاي? منطول البساطة هتروح الى النيتوار الكونيكشن عندك. اهان. اوكي? وانا عندي كارت الواي فاي اللي انا متكونيكت بي على الانترنت. وهتروح على بروبيرتز. يس. وآآ ثم هننزل على انترنت بروتوكول بيرجين فور. اهان. وقتدي استاتيك اي بي. ده التلات اي بي ات دول او التلات خانات دول عشان اي بي تداخل الشبكة بتاعتك. واهم حاجة عندك يكون اربع تمانيات. اهم حاجة. تمام? آآ طيب كلام جميل جدا. حلو. انا عايز اتست الكونيكشن آآ بتاعي آآ او عايز اوريك بقى ايه? لو انا عايز اخش على لاب آآ عملي. لاب لاب اجزام عندي اخش ازاي? ولو ريتن اجزام هاخش ازاي? انا ببديك مبنطقة البساطة آآ خريطة زي دي. طيب زي دي. عزيم? طيب. كلام جميل جدا. موضح عليها الايه? الاجهزة آآ بتاعتك او الاجهزة الموجودة في التوبولوجي. آآ تقريبا مش دي التوبولوجي اللي انا ايه? هتستم معاك عليها. آآ هي دي. بنقفل دي. نفتح دي. آآ دي التوبولوجي عندنا. تمام? انا مديك الخريطة اهي. حل? هتقول لي باش مواندس طيب. ايه اللي عمله بقى? عشان اقدر اخش على اللاب ده. بمنطقة البساطة يا سيدي انت هتفتح يا اما السكيور سيارتي او اما الايه? البيوتي. آآ طيب احنا هنفتح السكيور سيارتي ايه؟ ببقى افضل ليه؟ عشان التابس هقولك ليه دلوقتي بس ازينا. ده برو ايفولوشن 2017 بس الدمو بفكر اشتري النسخة الاصلية بتاعتها لان الكراك بتاعها ايه؟ مش هينزل آآ انيوي آآ نفتح سكيور سيارتي اهو نفتح سكيور سيارتي انا هتديك اي بي وبورت او في الحقيقة هتديك هستنم وهتديك ايه? آآ هنفتح هنا آآ كويت كونيكت آآ نايس او لا 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 مش ده. حقيقة انا لقوا جيدا التعامل مع السكيور سيارتيب بايه؟ بصيغة كبيرة يعني. سانة هون نيويو سيشن هو ده. آآ بروتوكول هنخش تيلنت هتخلي بروتوكول بتاعك ايه تيلنت آآ نكست الهوست نيم او الاي بي. هنا هتحط اي بي او ايه هوست نيم. خلي بالك انت عشان تخش على اللاب ده. عشان ايه تخش على اللاب ده. انا هدخلك على اكسس سيرفر. الاكسس سيرفر ده عن طريقه هتقدر تخش على اجهزة دي. هتعالي نشوف. انا آآ آآ هتخش هتكتب. اهو الدومين اللي انت هتكتبه. احمد تمانية آآ خمسة وتمانين دوت هوبتو دوت اوريج. ده آآ آآ دي الناس. تمام? هيريزولف آآ وهتا طبعا انت هتكتب البورت. يعني انا هتديك الحوست نيم اللي هتكتبه او الاي بي لا تكتبه والبورت اللي هتكتبه. تمام? طبعا لان انا ده جوه ده داخل الشبكة اللي فيها الاكسس سيرفر فان هتكتب الايه الاي بي بتاعه. تقريبا واحد دوت متين آآ واحد دوت متين ستة اربعين. واخش عليها بورت تلاتة عشر. انا دوت النت. تمام? فطبعا انت اللي هيكون مختلف عندك ان انا هتديك او 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 ا ثم هنخش هنا بالإيه بيكون ليك طبعا اكاونت بتخش بيه انا مثلا هنخش بستودينت داش وان اديوباكس داش اي جي دوت كوم ثم هدخل الايه الباسورد دا طبعا الاكاونت بتاع آآ آآ زميلة معنا في الليه في الدبلوما المهم آآ هخش بقى إنيبون سيسكو الانبول سيكرت سيسكو تمام دا الاكسس سيربر بتاعي دا لعن طريقه هخش بقى على الأجهزة الوجودة انت عايزت خش على اياه سيدي انا عايزة خش على ديبوكز داش راوتر فانت هتكتب ايه تيلنت ديبوكز داش راوتر ممكن انت ممكن تكتبه كيسز ممكن تكتبه دي كابيتل زي ما موجود قدامك في التوبورجي او ممكن لا المهم الحروف هي هي. اهو دي باكس داش راوتر. اهه. كده دخلت عالراوتر اهوها شبابت. حلو? كده دخلت عالراوتر دي باكس. تمام? انا عايز بقى افتح الايه? القصة دي مرة تانية. يعني اه. انا عايز افتح اه سويتش كور وان. تمام? هتدوس كليك يمين عالتاب بتاع الدي باكس داش راوتر. ثم كلون سيشن. حلو كده? هبتح لك الاكسل سيرفر مرة تانية. هتبتح الاكسل سيرفر مرة تانية بالاسكت بتاعك. اها. تمام? انا اها. ثم هتخش بايه? كده دخلت عالايه? كده دخلت ع Pelti. اه. هايز افتح الايه? SOW تاش اه. ايه ده. اه. عشان استوبالتها غلط. اه. ثم. تمام. عايز يخش على اه ستابليو داش وان داش وان. زي ما مكتوب الامل تلنيت اي ستابليو داش وان داش وان. تدرس انتر. اه. دراء دخلتها. ده الاسلوب اللي انت تكوننكتي به على الايه. فتفتح بل ايه. لاجهزة بتاعتك وتبدأ تشتغل موضح طبعا في التوبولوجي عندك البورتس. تمام؟ ونوضح الدنيا بتاعتك كلها. آآ ده فيما يخص بايه اللاب العملي. تمام؟ او الامتحانات العملي. ازاي تيه تكونكت عليها. فيما يخص بقى الايه الامتحان النظري او الريتن اجزام. اللي بيحصل بمنتهى البرساطة انت بتقوم جايب سرش وكاتب ريموت ديسك. اهه ديسك. طب كونكشن. عايزك تجيب الايه الاردسي. هدوش على الاردسي. اهه. اه اه او ممكن انا موجود عندي في الديسكتوب هنا. هدوش عليه. وبعدين هتكتب الاي بي اللي هدهو لك. تمام؟ الاي بي اللي هدهو لك. عظيم؟ العنوان اللي انت هتكتبه هنا. فانا هروح على العنوان بتاع السيربر. تمام? اللي هو موجود معاك نفس الشبكة هنا. وبعد كده هدوش ايه انتر. طبعا انا هديك اكاونت تخشي بيه. انا مسلا خشي بالاكاونت ده. اهه كده. اهه. تمام. كل ما عليك انا دلوقتي عملت كونكت على السيربر طلب مني كردنشلز. انا بدي لك كردنشلز. تمام؟ ثم بتدوس. اوكي. ها? ها? هب بتلاقي الامتحان بتاعك فتح اهو. الامتحان بتاعك مفتوح. تمام? وده طبعا برنامج الفي سي اي. اكيد ده فيه كتير مننا عارفينه. اهو. بيكون ما فيش بري فيوس ولا قصة دي كلها. كله ايه? هو الموجود بس ميكست. هتقول لها بش مهندس. طيب. ما هو ممكن واحد يقفل الامتحان ويفتحه بره تانية. صح او لا? ممكن مسلا يعمل لا اقول لك القصة دي لا مش هتحصل. يمكن الموحد يقفل الامتحان. ممكن اي حاجة في البورتشيتيج استحالة لها تحصل. ليه? لان المنتقى البساطة اهو. اهو. اسلوب تاني خلي بالك الدزاينر دي. تمام? مش هتكون موجودة. تمام? دي هنشيلها من كل ايه? من كل اه هنشيلها من كل طبعا بس بالدومين. هتنشيلها من لان ممكن تفتح ايه? الاسئلة بتاعت الامتحان. اوكيه? aه وتشوف الاسئلة بالحلول بتاعتها. تمام? فهنت ادي برضو ايه? مش هتكون موجودة هو مالو اهو اهو عظيم فالقصة اللي انت اللي بتحميش هيبقى قصادك انك تفتعه في الفي سي بلاير بس وكذلك ايكون بي باسورد هنا فانت لو اطلعت مش تتخش مرة ثانية تمام فدي برضو ايه ده بالنسبة للايه للامتحان النظري وبالتالي طبعا بعدما الطالب بيخلص بيطلع بيقفل الستيشن عادي جدا بقفل الستيشن اهو بس كده والدنيا بتمشي تمام تمامية بقديني انديكيت ان هو خلص او حتى لو الوقت عدى معاه كده كده الكنيكشن بتفتح لكل طالب بيكون متحدد من الراوتر اللي بيعمل بابلشنج للسيربرس دي لمدة معينة يليتا مثلا مدتك ساعتين فان الراوتر اللي بيطلع لك السيربر ليتا عن طريقه بتخش الجيتوية اللي عندي بازبطه على وقت معين فانت لو جيت هتحب بتخش في سكاديول فانت لو دخلت الساعة كذا نهايتك الساعة كذا انا مش هستنى اقول لك اقفل ولا هقفل بيدي الراوتر هيقوم قافل القصة من عنده كلام جميل احنا النهاردة اتكلمنا عن النيتريك ديبلوما اللي امتحنا بتاعتها ماشي ازاي وكذلك اتكلمنا عن التولز اللي احنا محتاجينها انا اعتبر خلصت اشوفكم على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله